ترجمة نانسي قنقر مرحباً أسلاماً أحبّي اليوم أحكي لكم عن البحر لكن المرة لن أحكي لكم عن رومانسيتو كما لكم أحبّين تسمعوا أحبّي أحكي لكم أكتر عن غدرو والبحر الذي أحكي لكم عنه اليوم هو جارنا على مسافة قريبة كثير مننا البحر الأبيض المتوسط يوسف وطاها ونصر الدين وحتى مريم أشخاص دقوا مرارة البحر ونجوا منه بأعجوبة هنا مجرد مثال بسيط عن مئات الألاف من غيرهم من المهاجرين الذين عبروا ويحاولوا يعبروا البحر ليوصلوا للشواطئ الأوروبية جنة النعيم مثل ما كانوا مفكرين طبعاً هناك الكثير من أحبّي يسموهم مهاجرين ولكن هنا في الحقيقة أكثر لاجئين فاررين من جحيم الحرب والقمع والديكتاتورية فاررين حتى من جحيم الفقر ما باع عندهم فرصة غير إنه يلجأوا لشبكات التهريب بعدما قامت الدول الأوروبية بإغلاق حدودها أمامهم لا تعطيهم فرصة لطلب اللجوء من خارج أراضيها يا سلام أجلت الفرصة مناسبة للمهربين وبدون يستغلوها أدمى فيهم وهون تبدأ سلسلة ألعبهم وأكاذيبهم وأبتزازهم بقولوا لهم للمهاجرين البحر عبارة عن بحيرة صغيرة فيكم تعبروها بعدة ساعات كأنه سيحملوهم بطائرات ويبعتوهم بينما في الحقيقة هو بحتاج عدة أيام سيستغلوا أن معظم هؤلاء المهاجرين البعض منهم لم يرى البحر في حياته ومعظمهم لا يعرف أن يسبح حتى في الحقيقة كما معظمكم يعرف أمهر السباحين لا يمكنهم أن يقطعوا هذه المسافة سباحة تفاقج هؤلاء المهاجرين رغم المبالغ الكبيرة التي دفعوها والتي تتراوح بين 500 إلى 1000 يورو على الشخص الواحد تفاجأوا أن مطلوب منهم يعبروا هذه المسافة على قوارب ركيكة ضعيفة مطاطية ممكن تتمزق تحت ضغط أظافر اليد قوارب من المستحيل أن توصلهم للضفة الثانية تفاجأوا أن عددهم 150 شخص على قوارب ممكن تتسع ثلاثين أو أربعين أو أن عددهم 600 شخص على قوارب خشبية ممكن تتسع مئة وخمسين يعني إذا جئنا وحسبناها نرى حوالي 8 أشخاص في المتر المربع الواحد تتخيلوا؟ تفاجأوا أن يجب أن يقعدوا القرفصاء حتى يأمنوا حتى يقدروا في هذه الحياة يجب أن يقعدوا القرفصاء الواحد جانب الثاني الواحد أمام الثاني لا يمكنهم أن يتحركوا ساعات وأيام وليالي سواء أكانوا الرجال أو أطفال أو النساء بذلك الظروف يتعرضوا لدوار البحر يتعرضوا للإقياء يجب أن يذهب للحمام ولكن لا يمكنهم أن يتحركوا من مكانهم حصتهم من الطعام ملعقة من الصباح ومثلها في المساء ممكن تستمر باليوم الأول وباليوم الثاني تنتهي ونفس الشيء بالنسبة للمي في كثير منهم بنتهي منهم مطاف أن يشهبوا من مية البحر بهذا الظروف المهاجرين يعبروا البحر المحظوظ فيهم هو الذي يقطع البحر وهو رايق والأمواج هادية لكن في كثير قوارب تضطر أن تخرج في عز الشتاء عندما الأمواج عاتية والبحر هايج تتخيلوا قوارب مطاطية محملة عشرة أضعاف ساعتها عب تتمايل مع الأمواج مع كل ميلة ممكن ترميلها بكذا شخص في البحر في كثير أشخاص فقدوا أحبابهم قدام عينيهم وما كان فيهم حتى يمدوا إيد المساعدة ويسحبوهم لأن أي حركة في القارب ممكن تؤدي لميلان القارب وغرقوا جميع الناس اللي فيه أكيد تتساءلوا ماذا يوافقوا يخاطروا بحياتهم ويغامروا ويطلعوا بهذه القوارب جواب بسيط لأنه لم يكن لديهم خيار خياراتهم انتهت الرحلة التي قدوها في الصحراء رحلة العبور في الصحراء ليس أفضل من رحلتهم القادمة في البحر ليس فقط لم يكن لديهم لحظة يظلوا في ليبيا كانت لديهم تجربة مريرة جداً في ليبيا لا أحد يتحدث عنها ظلام أسود ابتزازه وسجن انتهاك جسدي ونفسي وجنسي وحتى قتل وتعذيب لم يكن لديهم هذا الحقيقة طبعاً هذه المأساة ليس جديدة وصلها سنوات و سنوات من سنة الألفين لحد الآن فوق 45 ألف شخص توفوا أو اختفوا في البحر البحر الأبيان توسط معروف أخطر معبر الهجرة في العالم السن الماضي 2016 كانت الأقصى أكثر من 5000 شخص اختفوا أيضاً وماتوا في البحر ولا أي سفينة من قوارب المهاجرين قدرت توصل لواحدها للشواطئ الأوروبية بدون تدخل فرق الأنقاض ما عمل الحكومات الأوروبية؟ ما عملت مقابلها قررت أن تسكر عيونها وتضرب بعرض الحائط كل الاتفاقات والمواسيق قانون الإنسان وحقوق الإنسان المواقع عليها والأسوأ من ذلك قررت أن توقف عملية مغانيستروم في نهاية 2015 هذه العملية التي كانت مهمتها الوحيدة أن تقنقذ المهاجرين الذين كانوا خطر في البحر يمكن أن أوقفتها بعد أن نجحت أن تقنقذ فوق 150 ألف شخص خلال سنة واحدة ما يجب أن نفعل ذلك؟ لا يصبح خيار أمام المجتمع المدني في أوروبا غير أن يتحرك ويتحرك بسرعة لأننا لا يمكننا أن نتحمل إنسانيتنا وشعورنا بالمواطنة والإنسانية تفرض علينا أن نتحرك حتى إذا لا يمكننا أن نوقف هذه المأساة علينا أن نخففها وهذا السبب الذي دفعنا لتأسيس جمعيتنا SOS Meditirani هناك الكثير من الأشياء أريد أن أخبركم عن جمعيتنا لكن الوقت لا يسمح لنا لذلك أخبرت أفضل ما فيها هو الحراك المجتمعي حواليها بفضل فريق العمل الذي 95% منه متطوعين يمكننا أن يتحدث عن التطوع 95% منه متطوعين بسبب عملهم المتواصل على الأرض في البحر سمحوا لSOS أن تحقق حلمها وتأنقذ آلاف الأرواح البشرية من أين بدأت قصتنا؟ بدأت قصتنا من رقم 15 في البداية كنا 15 شخص بجمعنا صدقتنا مع سوفي بو الفرنسية وكلاوس فوجل البحار الألماني لكن ما تجمعنا أكثر هو شعورنا بالعار ماذا بالعار؟ كنا قلنا عار بإنسانيتنا التي تضاقل نرى سفن المهاجرين لا يمكننا أن نسمع لا نرى تلفزيوناتنا وفي الصحف وفي الصفحات الإلكترونية لا نرى شيء لا أحد يتحرك هذا الشعور دفعنا أن نتحرك نريد أن نفكر من أين نبدأ؟ من البداية أن نفكر أن نكون لدينا سفنة لا يمكننا أن نقوم بإنقاذ الناس ونحن نقوم على الشواطئ ولكن ليس لدينا سفنة لدينا سفنة ذات شروط معينة تسمحنا أن نقوم بالإنقاذ ليل والنهار والصيف والشتاء بدون أن نغامر ونخاطر أكتب الأرواح البشرية بعد بحث وتدقيق وأخيراً وجدنا سفنة الضالة ونحن نتوقف في بحر الشمال في ألمانيا الأكواريوس طيب بعد السفينة ماذا لازمنا؟ فكرنا لازمنا سؤال كثير مهم هل ترى نحن المجتمع المدني قانونياً نقوم بعمليات الإنقاذ في المياه الأقليمية؟ كما حاولنا نبحث عن الموضوع واكتشفنا مسرورين أنه لا القانون الدولي ليس فقط يشجعنا ليس فقط يسمحنا بالعكس يحرضنا أن نقوم به يستنى من أحد يفعل هذه المبادرة حسناً مع من يجب أن ننسق؟ أكيد لا يمكننا أن نعمل لنا أيضاً نتيجة المعلومات اكتشفنا أن نحن سفينتنا نجعلها تطمضي وضعها بقناة سيسيل بين ليبيا وإيطاليا وبهذه القناة يجب أن ننسق مع لجنة تنسيق الإنقاذ البحري في روما اخترنا هذا الطريق لأنه هو الطريق الأطول والأكثر من قبل المهاجرين بالحقيقة رحبوا فينا كثير قالوا لنا أينكم من زمان؟ لأن على راداراتهم تظهر معظم أحداثيات السفن موجودة في هذه المنطقة وعلى هواتفهم تصل معظم رسائل استغاثة التي لا يوجدهم يلبوها كلياتها طيب سفينة وعننا والقانون لجانبنا ماذا تتعلم عنها؟ تتعلموا كثيراً من أحلامهم وهي العامل المالي ضربنا وطرحنا وجمعنا وأننا وإكتشفنا بحاجة حوالي 11 ألف يورو كل يوم في البحر طبعاً هاي مصروف أجار السفينة والبحارة والمستلزمات الإغاثة والمستلزمات الطبية لأنه نقدم مساعدة طبية للناس اللي منساعدهم طيب 11 ألف يورو مبلغ كبير معنا شي منه عمنا صفر منه معلش ما في مجالة اليائس لازم نبحث لحاجة أم الاختراع لازم نجد طريق بدنا بالطريق التقليدي بدنا نتواصل مع الجهات التمويلية الحكومية والخاصة وقالنا أكيد هلا بدنا يقولون أهلا وسهلا تفضلوا مع الأسف كان جوابهم واحد إنه البحر الأبيض متوسط ما هو أولوياتنا في الوقت الحالي تخيلوا رغم كل اللي عب يصير ما هو من أولوياتهم ما عليش ما في مشكلة قلنا لك نكون معاصرين نراكب الحضارة والتكنولوجيا ونعمل مثل الشباب قررنا نأسس لحملة تمويل عن طريق الإنترنت على صفحة أولول حددنا 45 و 40 يوم وقلنا في نهاية هذه الخمسة و 40 يوم إن شاء الله نقدر نجمع مئة ألف يورو كبداية لانطلاقتنا لكن بالتزامن مع هذه الحملة قمنا بخطوتين كثير مهمات الخطوة الأولى أننا عملنا مؤتمر في مرسيليا دعينا لأله 800 ألف شخص 800 شخص عفوا وعرضنا عليهم فكرة المشروع وأهدافنا وأعلمنا عن الحملة التمويلية لأننا نقوم بها وفي نفس الوقت كل واحد فينا نحن الخمسة عشر بدنا ماراتون أنا مالي رياضية لكن بصراحة حسيت بشعور ماراتون يعني نأخذ التليفونات نتصل بأصحابنا بأصدقائنا البريد الإلكتروني كل الإيميليات التي لديها نرسل لكل أصحابنا هناك أشخاص أنا لم أتحدث معهم من عشرة سنة من خمسة سنة يستغربوا كلنا عملنا ويجب أن يساعدوا وكانت الاستجابة فضيعة خلال خمسة سنة من حملتنا التمويلية قدرنا نجمع في محيطنا نحن 30 ألف يورو وبعد خمسة وأربعين يوم تجاوزنا كثيرا الهدف كنا نحددينه وصلنا إلى 270 ألف يورو طبعاً هو مبلغ كبير ولكن في الحقيقة ممكن كفينا عدة أسابيع في البحر مع ذلك قررنا المغامرة وقالنا لازم ننطلق في البحر لو عدة أسابيع لأن أي تأخير معنات المزيد من الضحايا وانطلقنا في البحر وكانت تجربتنا بسيطة في الأول كنا نقوم بكل عملية إنقاذ وراء عملية إنقاذ ولكن مع الوقت زادت خبرتنا وفي الأسبوع الماضي أريد أن أخبركم أننا قمنا بـ 20 عملية إنقاذ مستمرة على مدار 13 ساعة بدون توقف بعود الفضل لفريق المتطوعين التي تعمل بصورة مستمرة وطيرة العمل في البحر كانت تواكبها وطيرة العمل على الأرض بصورة مستمرة تجدنا نحاول نتعامل مع الفنانين مع المشاهير نقول لهم تعالوا معنا ساعدونا نطلق أبواب المهرجانات السينمايات المسارح نطلب منهم زاوية صغيرة ستاند نحكي مع الناس نقول لهم أعطونا فرصة من على منابركم نبعد الرسالة نشارك الناس الصور والتقارير نطلق أبواب المهرجانات من البحر بصورة يومية والناس دائماً كانوا متعاونين ومتعاونين بشدة بعد سنة من حملتنا على الأرض قدرنا نجمع حوالي أربعة مليون يورو هالأربعة مليون يورو ساعدتنا خلال أربعة عشر شهر أن نقوم بأكثر من مئة ألف من مئة عملية إنقاذ ونقذ حوالي تمنتعش ألف شخص ربع هذه الأشخاص هن من الأطفال الكسر ونقصد بدون مرافق في النهاية قبل أن ننزل عن هذا المنبر الذي أقدسه أحب أن أخبركم وأكدكم ما في أحلى من الشعور من شعورنا البنتابنا عندما نساعد شخص ما يمكن هذا الشعور ليس فقط بالسعادة بالنشوة بالنشوة السعادة عندما تمت إيدك وتنتشل حدا من الموت عندما يخرج ويظهر فيك ويقول لك أنا حي أو ميت أنا في الجنة أو في الأرض أنا حي أو عايش لا يستوعبون كان أكثر كلمة من أسمعها من الناس بعد كلمة شكرا هي كلمة مو معقول مو معقول هذا الشيء يجعلنا إدمان إدمان لهذه الشعور لا يمكننا أن نترك أعطينا دفع وطاقة أن نستمر رغم كل الصعوبات السياسية والمادية المنواجهة يوميا التي نستعتنا مستمرين مستمر أن نمد إيدنا لهذه الناس لا يمكننا أن نعطيهم فرصة ثانية في الحياة وشكرا اشتركوا في القناة